مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال اليوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع هناك انخفاض على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين أجواء غائمة جزئيا أيضا مع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات بإذن الله لكن اعتبارا يوم الثلاثة تستقر الأجواء وبعد ذلك يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض أيام الأسبوع نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد إن شاء الله انخفاض واضح على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا في معظم مناطق المملكة هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا بعض المناطق الجنوبية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 23 وصورة 18 المرتفعات الوسطى 20 و15 المرتفعات الجنوبية 19 إلى 12 الأغوار 32 إلى 21 درجة مئوية وخليج العقبة 31 إلى 20 والمنطقة البادية الجنوبية الشرقية 22-13 والبادية الشرقية 28-13 درجة مئوية يوم الأثنين أيضا تستمر الأجواء درجات الحرارة أقل من المعدل باستمر تأثير الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأبرد والرطوبة الأعلى تستمر الأجواء مائمة جزئيا وتبقى فرصة سقوط الأمطار واردة في منعظم مناطق المملكة تقريبا المناطق الشمالية العظمى 24 وصورة 18 المرتفعات الوسطى 20 و15 والمرتفعات الجنوبية 19 إلى 10 درجات مئوية لاهظ الأجواء تميل إلى البرود في الليل خاصة بعد ننتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر نرجو من الجميع أخذ الحيط والحذر الأغوار 31 إلى 22 درجة مئوية خليج العقبة 31 إلى 21 البادية الجنوبية الشرقية 22-13 والمنطقة الشرقية 26 إلى 13 درجة مئوية يوم الثلاثة استقرار على درجات الحرارة وبداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة أجواء لطيفة بشكل عام بالنهار وفي بداية الليل لكنها بعد منتصف الليل تميل إلى البرود قليلا المناطق الشمالية 26-17 المرتفعات الوسطى 22 إلى 24 العلمة والصورة 15 المرتفعات الجنوبية 20 إلى 12 الأغوار 32 إلى 22 وخليج العقبة أيضا 32 إلى 22 البادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 14 والبادية الشرقية 26 إلى 13 درجة مئوية يوم الأربعاء استمرار الأجواء تقريبا لطيفة إلى معتدلة في النهار لطيفة بالليل تميل إلى البرود بعد منتصف الليل حدوث ارتفاع قليل على درجات الحرارة يقدر بدرجة إلى درجتين المناطق الشمالية 26-17 المرتفعات الوسطى 23-14 المرتفعات الجنوبية 21-12 الأغوار 32 إلى 22 وخليج العقبة 32 إلى 21 والبادية الجنوبية الشرقية 25-15 والبادية الشرقية 28 إلى 14 درجة مئوية الخميس استمرار الأجواء لطيفة إلى معتدلة نهارا لطيفة ليلا في بداية الليل لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى في المناطق الشمالية 26 والصورة 18 المرتفعات الوسطى 24 إلى 17 والمرتفعات الجنوبية 20 إلى 15 والأغوار 32 إلى 24 وخليج العقبة 32 إلى 23 البادية الجنوبية الشرقية 25 إلى 16 والبادية الشرقية 28 إلى 15 إجمالا يوم الخميس هناك ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة ويوم الجمعة بإذن الله ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة لكن الأجواء بتكون معتدلة في النهار لطيفة بالليل درجات الحرارة أعلى من المعدل تقريبا حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل درجة إلى درجتين المرتفعات الشمالية 29 و21 المرتفعات الوسطى ما بين 26 إلى 28 العظمى والصورة 18 المرتفعات الجنوبية 24 إلى 16 والأغوار والبحر الميت 35 إلى 24 درجة مئوية وخليج العقبة 34 إلى 23 البادية الجنوبية الشرقية 27 إلى 17 والبادية الشرقية 30 إلى 18 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع التوفيق شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر